السؤال الثاني خلال الشهرين اللي فاتوا بعد السؤال الاول بتاع فتوح زيزو مكمل في الزمالك ولا عنده عرضة وغير يمشي في يناير طيب بس بيقولك الشباب المرادة عشان يبقى السؤال الجديد اه الشباب والاتفاق طيب مبدئيا وانا متأكد من كلامي معاك دايما يعني بتأكد من اكتر من مصدر مفيش عرض رسمي وصل لنادي الزمالك العروض اللي وصلت ليه زيزو هي عروض عن طريق وكلاء وبالتالي الزمالك بشكل صريح كده يا كريم الزمالك أكد انه لا يعترف بالتفاوض مع وكلاء لعبين ولا يتعامل مع وكلاء لعبين اللي اعتراف الوحيد عند اقدرة مcondي الزمالك ان العرض يجي من نادي العبنس نادي الاتفاق عايز فتوح يباعت لي عرض رسمي نادي الشباب عايز فتوح يباعت لي عرض رسمي لكن السؤال ماذا لو وصل على العرض الرسمي من النادي سواء الاتفاق او الشباب ما يتم تداوله في الإعلام سواء هنا في مصر أو الإعلام السعودي إن العرض 6 مليون دولار والنهاردة أحد وسائل الإعلام المقروعة في السعودية قال إن العرض على لسان مصدر في إدارة الشباب ممكن يوصل لـ 8 مليون دولار أنا تكلمت مع مصدر مسؤول في نادي الزمالة موقف كوئلة والعرض يوصل بشكل رسمي قال لك كده يعني إحنا بس البداية مش أهل من 10 مليون دولار عشان نتكلم مش أهل من 10 مليون دولار أو تبعاتلي 10 مليون دولار عشان أقولك عايز أكتر ده البداية لكن فكرة 6 مليون دي مش كومة اللاعب هم مسعارين أو مقايمين زيزو بمبلغ أكبر من كده لا مش 6 ولا 8 من 10 إلى 15 ده الرينج اللي أنا بتكلم فيه مش هنزل عن 10 ده الرغبة يعني عشان كمان يبقى العرض بالنسبة للإدارة هو عرض مغري إن أنا أقدر أوافق عليه يعني بالبلدي كده زي ما بنقول عرض ما يترفتش يعني أنت بتقولي لو العرض وصل لعشرة مبدئيا نبدأ نتناقش نبدأ نتكلم بس ما فيش مانع إنه لو المفادات قفلت خالص إن الزمالك يبيع عزيزو بعشرة مليون دولار ده الحد الأدنى ده الحد الأدنى هم زي ما بقولك كده هيحاولوا فاكتر بس لو يعني قفلت عشرة هيبيع بعشرة لكن فكرة بقى 6 و 7 والحاجات دي لا مش هم شايفين إن ده رقم هم ليس عادي تلقوا بيسمع تصحات تبقى أو نقلا عن مصدر مسؤول في الزمالك لا نية أبدا اللي بيع عزيزو بأي سعر عالترابيزة يا كريم فيه قراء بتقولك لأ أنا ما بيعوش ده لعيب ما يتعوضش وأنا حتى لو خدت فلوس هروح أجيب مين أنا أحد المصادر المسؤولة جوا نادي الزمالك بتكلم معاه قال لي كده قال لي أنت لو معاك الفلوس وبيعته هل فيه لعيبة في الدورة تقدر تروح تجيبها وتعوضه نفس مستوى الإجابة بالأنا ما رديت قلت لا ما فيش لعيب تقدر تعوضه أو بنفس المستوى ولكن هناك بعض الأراء الأخرى على الترابيزة بيقولك أنا لما بيعو بس لما بعشرة مليون دولار ده رقم أنا هقدر أكون به فريق كواس جدا فالرأيين على الترابيزة موجودين لكن هم متمسكين طبعا بزيزو أو متمسكين لكن لو جالك عشرة مليون دولار والعرض الرسمي يوسئل بعشرة مليون دولار هو زي ما قلت لك عرض مايتروفيتش مايتروفيتش الزمالك وقتها يبدأ يفكر صح